سمعين الفترة اللي فاتت دي أن ناس كتير جدا جالها الفايبرو ماليجيا طب ايه فايبرو ماليجيا ده عبارة عن ايه قالك ده مرض مناعي طب هل هو فعلا مرض مناعي اه ولا لا واحنا يمكن في شهر مايو شهر التوعية بالامراض العصبية او المناعة العصبية او جهاز المناعة العصبية هنتأكد النهاردة من دكتور ايمان فكرة كلها احنا المفروض نفرق ما بين الفايبرو ماليجيا والامراض التانية ازاي طب هل لها علاقة بتحليل معين هل هي لو اكتشفناها او تم التشخيص انها فايبرو ماليجيا لها علاج ولا ملهاش علاج لان الامراض المنعية بشكل عام يعني ملهاش علاج وده العالم كله توصل لده حقيقة الدفل منوارنا النهاردة دكتور ايمن من الناس اللي لها قصة ملهمة جدا 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 مع الفايبرو ماليجيا ومع الطب بشكل عام والناس اللي عارفت تلاقي الوصفة مش قوله وصفة استحرية لكن المفتاح المفتاح مش بس لعلاج الفايبرو ماليجيا لكن لعلاج مشاكل كتير جدا ممكن نكون احنا بنواجهها واحنا مش واخدين بالنا نوارنا النهاردة في الستوديو الدكتور ايمن يوسف استشاري الفايبرو ماليجيا والاعاقات الغير مرقية يا دكتور ايمن مرحباً خير مبسوط معاك ان انا يعني موجود النهار دارانا وان شاء الله نقدم حاجة مختلفة وتفيد كل الناس ان شاء الله اشكرك جدا يا دكتور ايمن صلح لي بقى المعلوم انا قلت الامراض المناعية نعم لكن الفايبرو ماليجيا مش بس امراض مناعية نعم صحب؟ لا الفايبرو ماليجيا يعني هي من الاخطاء اللي شائعة حتى في الوسط الطبي ان هو مرض مناعة يعني امراض مناعة ذاتية وده مش صحيح لان لسه مفيش افدنس بتبين ان الجسم بيهاجم نفسه لكن فيه مفهوم برضو هو غايب كتير عن الناس اللي بتشتغل حتى في الوسط الطبي احنا بنقول ان فيه حاجة اسمها نيوروميون امراض المناعية العصبية ان بيبقى فيه جوة الجهاز المناعي بتاعنا جوة الخلايا جوة النواة فيه حاجة اسمها السايتوكاينز او المعدلات العصبية المعدلات العصبية دي بتبقى نعيني اما برو امفروميوتي هي بتدعم الالتهاب او اللي هي بقى بتثبت العملية الالتهابية اغلب بقى امراض المناعة العصبية هي في المنطقة دي وعلى فكرة يعني انا عايز اقول معلومة ان الاكتئاب الجسيم المقاوم للعلاج هو من امراض المناعة العصبية لان احنا بنجد ان السايتوكاينز دي غير مسيطر عليها بنجد ان البرو امفروميوتي ريزي عالي جدا فبالتالي المعدل التلف أو الضرر اللي بيحصل في الخلايا بيبقى عالي ومشكلة كمان إن الأمراض النيورو اميون دي إن ملهاش تحليل بيقدر نمسكه بزيّر أمراض المناعية التانية إحنا عندنا في الأمراض المناعية اللي بيصيب الجهاز العصبي المركزي الأم إس وأيضا إحنا بيحتفل به في يوم 30 مايو يعني شهر مايو هو شهر التوعية بالأمراض الجهاز العصبي الأم إس لأنا بقدر أشوفه وبقدر كمان أشوف التلف والضرر اللي بيعملوا حاجة زي الفايبرو مالجة لا ما نقدرش نشوفها إحنا بنشوفه وظيفيا على المريض المشكلة اللي عنده في الجهاز الحركي المشكلة اللي عنده في الجهاز الحسي كمان المشكلات اللي في زهنه في التركيز في الترباط النوم دي بنشوفها وظيفيا إنما إن إحنا نقدر بقى نمسكها نصورها نشوف التلف اللي موجود في الجهاز العضل الهيكلي في المفاصل في الأربطة ما بنقدرش نصورها وهي دي اللي بتأخر التشخيص وكمان بتخلي المريض بيخش في دوامة أو التشخيص الغلط كمان نعم أو التشخيص الغلط والتشخيص الغلط يعني للأسف كتير من المرضى تشخصه روماتوريدي سلبي بسوء وياخد أدوية روماتوريدي سلبي ده بيزود عنده الأعراض وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت احنا بمسيقناش وبيحمل على الكلة وقصة وحوار كبير بتخشي طبعا في مضاعفات كثيرة يعني بس خلينا نكلم قبل ما ندخل في الفايبرو ماليجيا قصتك مع الفايبرو ماليجيا اللي بدأت من يعني حده أصيب من زمان بالفايبرو ماليجيا لكن انت مأخدتش الحالة دي أو المرض ده وسكت بالعكس نعم انت بحثت فيه يعني هو يمكن أنا كتظروفي مختلفة لأن يمكن دلوقتي فيه أوير شوية فيه حتى الوسط الطبي بدأ يسمع عن الموضوع كمان أنا عشان حالتي مركبة شوية بعيد عن الفايبرو ماليجيا احنا بنقول ان فيه سلسلة من أمراض الجهاز العصبي المركزي اللي هي منها الفايبرو ماليجيا منها عندنا الجلفور سندروم الكورونيك فاتيك سندروم المجموعة أمراض كده بتصيب الجهاز العصبي المركزي وزيها زي الفايبرو كده ما بيبانش وعلى فكرة الفايبرو يمكن من الأمراض اللي يعتبر الدلوع بتاعه يعني هو أقل تأثير فيهم احنا بنشوف المرضى دول يمكن الفايبرو بيقدر يتكايف شوية أنا مش عايز المرضى يزعلوا مني اللي عندهم فايبرو دولينا عارف ان هما بيعانوا لكن لو عملنا كمبير كده مقارنة لو قارننا ما بين الأمراض الثانية هنلاق لها بينه مثلا بين السنترال سنستيبتي أو الكورونيك فاتيك سندروم لا عنده عنده مشكلة يا الله كورونيك فاتيك سندروم ده صعب قوي بس يعني مش قوي ده ليه حلقة تانية ده ليه حلقة تانية إنه هو كمان من الأمراض اللي البعد البحث فيها ضعيف جدا الفايبرو ليه سمعة أكتر من الكورونيك فاتيك سندروم ومعليش أنا مش عايز أطول لكن أنا عايز أقول إن كمان الكورونيك فاتيك يعني الفايبرو خلاص هما سموه صح الكورونيك فاتيك لحد آخر اسم لي اللي هو سيستيميك إجزيرشنو تولرنس ديزيس كل شوية بيغيروا اسمه إنه هما مش قادرين يجبوله وصفة أو مسمى يوصف المشكلة دي أحنا نتكلم عليه إن شاء الله بإذن الله في حلقة تانية بس عايزين نكمل قصة حضرتك إيه اللي حصل لما يعني فطبعا أنا لما بنتكلم إنه مصاب من 20-25-30 سنة بحاجة زي كده فطبعا الوسط الطبي أو المجال بتاع التشخيص ضعيف جدا غير موجود كانت إيه هي الأعراض اللي أنت كنت بتحسي بيها دكتور يعني الأعراض زي زي أي مريض إنه فيه ألم في الجسم كله فيه اضطرابات في النوم ويمكن هو ده المفتاح الأساسي للتشخيص والمفتاح الأساسي كمان للعلاج بديبتدي المريض أو خلينا أنا باتتلم عني شخصيا اضطرابات للنوم مشكلة في الدخول في النوم مشكلة الاستيقاظ من النوم خلينا أقولها كده بكلمة علمية وظائف المخ أثناء النوم إحنا عندنا وظائف المخ في الإنسان عموما ساعة النوم بتختلف طبعا وظائفه أثناء اليوم أو أثناء الحياة في النوم الوظائف بتاعة المريض ده بيبقى فيها مشكلة عمليات الريكافوري بيبقى فيها مشكلة عمليات كمان اللي إحنا عندنا فيه باثوي أو أكسيز اسمه الهايبوثالاميس الأدرينال والبوتريتري اللي هو الغدة النخامية والأدرينال والهايبوثالاميس اللي هو تحت المهاد دول بيبقى بينهم كونكشة معين ما بيتمش عند المريض ده عشان المفروض إنه يكون نايم نوم عميق ينام نوم عميق فيبتدي يعمل ريكافوري بالضبط يتم علاج بقى اللي بيحصل طول اليوم من بقى كل حاجة بتتم في الوقت ده حتى على البعد النفسي ده بقى بالضبط ده ما بيحصلش بقى ده ما بيحصلش إحنا وظيف النوم أصلها الناس بتظن إن إنسان اللي بيخش ينام ده هو فرحدة راحة بالعكس ده هو بيحصل تحول في وظيف المناعة نفسها وظيف المخ زي ما احنا قلنا بيبتدي المخ يرتب التجارب اليوم ويحط كل فايل في مكانه بيبتدي يشوف إيه التلف اللي موجود في الأنسجة اللي موجود يبتدي يصلحه يبتدي يصلحها الـ Access اللي أنا قلت ده الـ Pathway اللي أنا قلت ده ما بيتمش ولذلك تلاقي المريض يقولك أنا قومت كإني ما نمتش أي مجهد وفي مرضى بالذات في برضى الفايبرومالجيا بالذات يقولك أنا خايف أنام أنا لو نمت أنا كده أحسن من إن إن أخوش أنام هقوم تعبان بالذات؟ هقوم أنا داخل معركة بالذات؟ فللأسف يعني كان التشخيص مش موجود كمان الأدوات بتاعة التشخيص ما كانتش موجودة يبقى إحنا كده بنتكلم مشكلة الوعي عند الأطباء أو العاملين في القطاع الطبي اتنين الأدوات التشخيصية وكمان الكريتيريا ما كانتش موجودة اللي بيشخصوا بيها في جزء بقى يعني أنا مش عارف هو دين مفروض إن هي حاجة حلوة بس للأسف هي حاجة مش يعني في اللي بيستوعب المريض ده ما بيبقاش عارف إنه هو ده هو متحمل على نفسه طبيعته الناشطة وطبيعته الإبداعية وكمان إنه هو بينسى إنه هو مريض وينطلق فمعقولة اللي بيتكلم ده يبقى عين أو طبعين اللي عنده الإمكانيات دي اللي هو بيعمل مجهود أكتر من الإنسان العادي جاي بيقول أنا عندي ده كله صح ده عندك حق ده لغاية عالفكرة دلوقتي يقول لك يا أمي بس إذا انت ماشاء الله عليك يعني هوا ماشاء الله عليك محدش عارف الوجع اللي واحد فيه الوجع واللخبطة بقى في الزهن في التركيز الفوجينج الدبابية بتاعت المخ دي كي صعبة قوي لأن انت أصلاً يعني مقسمتش الفايلز بتاعتك بالليل وانت نايب محطتش الأفكار في مكانها ماتخلصتش من الأفكار اللي مش سليمة وتمسكت بالأفكار السليمة صحيح صحيح طيب وعملت إيه بقى يا دكتور لما فعلاً شخصت أو تم تشخيصك بالمرض ده سعيتاً ما كنتش دكتور صح؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة أنا مشكلة التشخيص بقى بتاعي إن كان لما توصلنا التشخيص أو أنا توصلت التشخيص كنت عايزة نقلل الوسط الطبي عشان أخد شرعيتي أخد أن أنت تشخيصك سليم ودي ممكن خلت معي 3-4 سنين لحد ما لاقي إن الوسط الطبي يعترف بيك ما تتخيلش حجم المعاناة اللي أنا شخصياً عانيتها وطبعاً كتير من زميلنا إن لا إن ده مش موجودة أنت بيتكلم في حاجة مش موجودة تشخيص ده مش سليم ده مش موجود مع إن هو موجود في الانترناشنال تليسفيكيشن أوف بيزيس يعني لو خاش على موقع منظمة الصحة العالمية حيلاقي الكورونك فاتيجي حيلاقي الفايبر وحيلاقي وليه الكود بتاعه وكل حاجة لكن هو بالنسبة له لا ده حاجة مش موجودة وحتى لو اعترف بي أو إن هو خلاص ده مرض أوك موجود هو لسه الوسط الطبي لحد الوقت للأسف مش فهم مدى التأثير اللي المريض بيتأثر بيه نحن كده ما جناش عند العلاجات الحديثة ولا الكلام ده كله نحن بس مجرد إن يسندك الوسط الطبي حلوة طب لما أخذت 3-4 سنين جوز بس أنا عايزة بس أقول للمشاهدة تصارت في النهاية يعني قبل كده حضرتك كنت دكتور لا يعني أنا تخصصي بالزبط كده هي دي بقى قصة النجاح اللي احنا بنتكلم عليها إن انت حولت التحدي ده أو إن الناس مش فهمة أو التوعية اللي فكرة أن انت حتدرس في الطب نعم هتدرس المرض ده هتدرس مجموعة الأمراض ده عشان تقدر تعالج الناس وتوعيه الناس أنا عايزة أقول لحضرتك إن المفهوم اللي حضرتك بتقوليه ده هو موجود في النظم الصحية المتطورة فكرة المريض المستنير إن إزاي في الأمراض اللي نقول الصعبة الندرة اللي هي تتميز بعدم التجانس سيء المرض بتاعنا ده بيبقى المشروع والمخرجات بتاع النظام الصحي مش إن أنا علجه بس أو إن أنا أهله بس أنا عايزة أحاولي المريض المستنير اللي أول حاجة بيقدر يساعد نفسه ويعرف يعمل سيلف منجمينت إحنا كوسط بحثي أو وسط طبي هو بيقدر بما إنه هو إنفورمت وبيقدر يديني بيانات وبيقدر يديني كمان أبحاث ورؤة إنه هو يطور كمان الباكجراوند بتاعتي ويقدر كمان يديني مسارات أشتغل عليها فهو بيساعدك كمريض كمان إن إنت تقدر إن إنت يبقى عندك بحث أكتر معلومات أكتر ودي رسالة رانها معلش أنا عايزة أقولها كل الأطباء اللي بيشتغلوا في القصة دي وإنت بتشتغل مع المريض ده صحيح اشتغل معها على العلاج واشتغل معها على التشخيص لكن اشتغل معها على فكرة الـ علشان خاطر نفسه وعلشان خاطر المجتمع الطبي يستفيد منه المريض المستنير المريض المستنير تمام يعني المريض اللي يقدر يديك المعلومات عشان تقدر لتكامل بالذات بتقدر تكمل البحث بتاعك اللي بيتحول للمتخصص يعني الأمراض التاني الأمراض الندرة الأمراض الصعبة الأموراتboard غير الأمور التي تتميز بعدم التجانس ليس بينهما؟ أني بكل مختلف عن سن choose not only in the们 سواء في الأعراض أو في wärدود فعل مثل الإلتباع الأدوية يعني من الم____もally makes mixed with the organ into the gerçek Warning أنا اللي هعرف أنه في مراحل لكن ما شأنه مختلف من الم things with the organ demand in the gerçek يعني أعراضه تختلف من子 모양 أنا عايز أقول له أنه يختلف من إنسان للتрамات ويختلف其 معظم من بيئة للبيئة بمعنى نحن Escape 해야 de 여j daŋ في بلاد الحارة مثلا نسبة التحسس المركزي عند المريض دي أعلى بمعنى أنه بيشم بطريقة أكتر من الناس بيسمع أكتر التفاعل احنا عندنا في البرين عندنا حاجة اسمها الجهاز الحسي جهاز الحسي ده اللي بيتعامل مع الأسراط والضوء والروائح وكل المعالجة الحسية اللي بيتم في البرين في احنا احنا كمرضى او الناس اللي عندهم تحسس زي الفايبر وكده بيبقى عندهم العرض ده من ضمن 20-30 عرض في بيئات معينة تلاقي أن المرضى دول عندهم دي أعلى في بيئات تانية تلاقي التصلب أكتر أو ألام المفاصل أكتر في بيئات تلاقي ان اضطرابات النوم أكتر فالبيئة الجغرافية نعاز أقول لحضرتك بتختلف يعني البيئة الجغرافية بتأثر معنا الاختلافات الشخصية بتتأثر معنا وكمان بيئة البيئة الاجتماعية والبيئة الأسرية طب قل لي خليني يا دكتور أعرف أنه فيبرو ماليجيا مش أي حاجة تانية فهو النهاردة زي ما كنا بنقول أنه ده بيتشخص روموتويد بيتشخص اكتئاب بيتشخص اضطرابات نوم بيتشخص حيات كثيرة قولة بالأسف النهاردة ومفيش تحليل فالنهاردة زي أعرف أنه ده فيبرو ماليجيا يعني احنا بنقول أن عدم وجود الدليل فمش معناها أنه الشيء ده مش موجود يعني ده باندي لازم كل الأطباء يتعاملوا به الجزء التاني أن في حاجة اسمها في الطب حاجة اسمها الكريتيريا يعني مش كل الأمراض أنا بشخصها بحاجة بشوفها لا أنا عندي يعني لو سادي بتفضل تشيل الحاجات اللي مثلا ممكن تكون موجودة لغاية ما توصل أنه ده بيؤدي للمرضا هي الكريتيريا اللي هي المؤشرات أعتقد عندنا مؤشرات عشان حتى الفئة الأمراض اللي هي منها الفيبرو احنا قلنا فيه خمس ستة أمراض منها لو أنا عايزة فرق بينهم من خلال الكريتيريا بمعنى إيه؟ متلازمة الإجهاد المزمن اللي اتكلمنا عليها الكورونيك فاتيك سندروم بتلاقي إن المريض ده عنده الإجهاد أعلى بينما مريض الفيبرو بتلاقي إن ألم عنده أعلى فده مثلا بنقدر نفرق أهو بين المريض ده والفريق طب دي نقطة مهمة جدا عايزين نقف عنده الألم أعلى والإجهاد أعلى نعم طب وحنا لازم نفرق يعني إيه إجهاد أعلى إجهاد إن أنا مش قادر أقوم لكن الفيبرو أنا حاسة بوجع الفيبرو زي ما حضرتك بتقولي كأن حد ضربني كأنه بسهو ده فتيج بيبقى الألم أقلق الفتيج الألم ده بيبقى حاجة محصوصة ملموسة أنا لما أخبط أو أضغط على إنسان أنا حاسس بألم والألم ده برضو بيبقى ليه طايبس بيبقى بنسأل المريض أنت عندك أنهي طايب أوف بين عندك الألم ده حرقان ولا شكشكة ولا إيه طبيعة الألم اللي عندك وعلى حسب طب لو هو شكشكة ده معناه إنه فيبرو بيبقى الفيبرو مشترك فيه كل أنواع الألم ده مش دي القضية قوي القضية في نوع الدواء اللي بنخطوها